الآن بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بحضراتكم في برنامج سراجون الرجلي كلامك الحلقة اللي فاتت بنعمة ربنا كنا ابتدأنا تأملات في الإصحاح الأربعتاشر من سفر زكريا وده الإصحاح الأخير بنعمة ربنا والجزء الأولاني من الإصحاح كان بيكلم على التأديب أو المشاكل اللي هتحصل للبقية البقية من شعب إسرائيل في أواخر الأيام احنا عارفين زي ما شفنا في النبوات إن جزء كبير هيعيد حسابه من شعب إسرائيل ويرجع لربنا ويقبل يسوع المسيح المخلص بعد ما كان رفضه وكان السبب في صلبه وفي نفس الوقت برضو في ناس هتفضل تعاند وتكابر فكنا بنعمة ربنا بدأنا في الحلقة اللي فاتت تأملات لغاية الآية رقم أربعة من الإصحاح الأربعتاشر من سفر زكريا واللي بنشوف فيها التأديبات الشديدة والعقوبة الشديدة اللي ربنا بيسمح بيها للناس المعاندين من شعب إسرائيل وإزاي إن الكبرياء والعد بيعمل مشكلة وإزاي إن الكتاب المقدس يقول لنا أنه يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون يعطيهم نعمة نكمل على الفكرة دي بنعمة ربنا ونبتدي النهاردة تأملات من الآية رقم 5 من الإصحاح الأربعتاشر من سف زكريا بسم الآيب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين يقول الواحي الإله كده وتهربون في جواء جبالي لأن جواء الجبال يصل إلى آصل وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوزة ويأتي الرب إلهي وجميع القدسين معك يعني إيه؟ بيكلم أن في الوقت ده هيبقى في جواء جبالي يعني وادي من الجبال ونتيجة الزلزلة اللي هتحصل الزلزلة دي ما أصد بيها إما فعلا زلزلة حقيقية في أواخر الأيام دوارد يحصل أو زلزلة بمعنى حدث عنيف يؤدي إلى تهدم المناطق الجبلية ويؤدي إلى أنه يفتح في الآخر على آصل يصل إلى آصل يعني مكان منعزل وكأنه زي ما حصل بالزبط لما حصل في خراب أرشليم اللي تنبأ عنه السيد المسيح سنة سبعين ميلاديا لما جي الجيش الروماني بقيادة تيتوس وحوت أرشليم وعمل مجزرة وهد الهيكل وموت حوالي زي ما بيقول التاريخ اليهودي مليون يهودي وده رقم كبير جدا في الوقت ده وكان ساعتها المسيحيين والمؤمنين لما شافوا الحصار وجي الحصار تفكل ساعات قرروا أنهم يهربوا لأنهم فهموا أنه ده كلام اللي قاله السيد المسيح على حصار أرشليم والخراب نتيجة رفضهم أو رفض اليهود أو رفض جزء كبير من اليهود أنه يقبل يسوع المسيح بالعكس أنه صلبوا وتخيل أنه بالموت كده خلص منه فالحقيقة هيكرر الموضوع ده في الآخر أنه دايما ربنا هو بيتعامل مع الأحداث ويسمح بالتأديم والعقاب هو مش بياخد كل الناس كده لا اللي الكويس واللي بييجي منه واللي بيحاول والمتواضع واللي نفسه يتوب ويعيش مع ربنا بيبقى التأديم ده فرصة لي أن يشوف عمل ربنا ويشوف إدير ربنا في وسط التأديم فيبقى فيه مشاكل وفيه ضيقات لكن الله بيشتغل يبقى فيه مكان منعزل يحمي ولاده ويسندهم بعيد عن المشاكل ويرفحه وبعدين بقى نبدأ الجزء الخاص بوعود البركة فيقول كده الوحي الإلهي بسم الله والإبن والروح القدس الإله الوحي أمين ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور والضراري تنقبض يعني إيه يعني الجزء اللي فات ده وإن كان فيه تأديم للبقية المعندة والرفض السيد المسيح من اليهود في أواخر الأيام والبركة اللي هيديها لولاده بأنه يحميهم من الأضرار وخلي بالحضراتكو الزلزال اللي بيكلم عنه زكريا في هذا الإصحاح اتكلم عنه عموس من كتر ما كان زلزال عنيف وقدى إلى تهدم غالبية أرشالين في الوقت ده وحصل مشاكل وموت غير عادي وكأنه الوحي الليه عايز يقول أنه الأحداث هتتكرر بصورة أعنف ولكن ساعتها يبقى احنا دخلنا على يعني قربنا جدا من المنته لكن ما فيش شك أنه يوم النهاية ده وإن كان هيبقى يوم يحمي فيه يعني ربنا ولاده لأنه مجيء الرب بالنسبة لولاد ربنا شيء مفرح ومبهج منتظروا الرب يجددون قوة يرفعون أجنحك النصور يمشون ولا يعيون يرخدون ولا يتعبون ده مين دول بقى اللي بينتظروا الرب بينما الناس التانين اللي بيعندوا بيرفضوا ربنا ومش بيمشوا في سكة التوبة يوم الرب بالنسبة لهم يأتي كلس يعني يأتي كلس يعني يجي زي بالظبط ما الحرامي بيجي على بيوتنا بيبقى غير مرغوب فيه وبنبقى متوترين وبيبقى فيه خطورة وبنتسرق وبنتنهم وبينضحك علينا وبيبقى مفاجأة ما حدش عامل حسابه ده بالنسبة للنهاية الخاصة بالأشرار فالحقيقة الأحداث بتاعت النهاية بيكلم عنها الوحي الإلهي بيقولك انه لا يكون في ذلك اليوم لا يكون نور وانه الحقيقة الأجران السماوية تنقبض يعني ايه تنقبض يعني الشمس والقمر والنجوم وما ينعكس من دوق القمر على الأرض اللي جاي من الشمس كل ده هيبتدي يخفط حضراتكم عارفين انه علمياً الكرة الأرضية والكواكب والنجوم دي تكونت منين حاجة يسموها البينجبانج اللي هو الانفجار الكبير الكون الكبير انه هو كان عبارة عن سديم او يعني جسمه ملتهب انفجر وبدأ يبرد سنة بسنة بسنة وكل الأرضية كوكب برت تماماً وربنا هيأ جو فيه للإنسان القمر برضو كوكب الشمس نجم ويشاع منه حرارة ونور وانه كل العلماء بيقولوا انه بيجي وقت ان الأماكن دي بقى تبتدي تضعف وتخبو وأنوارها بيكلم على انه في اليوم الأخير التعبيرات اللي قالها السيد المسيح علامات المجيء التاني او علامات النهاية تظلم من الشمس والقمر واحده لك هو الأمر منور اه الأمر بيعكس نور الشمس فلما الشمس تظلم الحياة النور اللي هيجي عن طريق الأمر وانعكاس الأمر او نور الشمس من الأمر هيبقى طبعاً مظلم يبقى هنا فكرة الظلمة لبداية النهاية نكمل ويكون يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور يعني ايه؟ يعني الحقيقة القواعد هتتلغبط كلها والقوانين هتتلغبط كلها ربنا هو اللي عمل القواعد هو اللي عمل القوانين هو اللي عمل قانوني الجاذبي وهو خلق الأرض وحطاه في مكان على مسافة معاناة من الشمس لو قربت قوي الحقيقة كلنا نغرق لأنه كل الناس هتتحرق والجبال والسلج والحاجات دي كلها هتدوب ويغرق البني آدم وبالعكس لو قربنا أكتر تتبخر ولو قربنا أكتر فالله بيضع كل شيء في مكان وعلى مسافة محددة وطبعاً لو الكرة الأرضية بعدت عن الشمس يعني القطب الجنوبي ده اللي كله تلجح يبقى كل الكرة الأرضية وبالتالي كلنا نهلك ونموت ويبقى الحرارة أكثر برودة من اللي احنا بنشوفه أربعين وخمسين وستين تحت السفر توصل ليه ما هو أكتر من كده فالله عامل كل شيء بقانون وصدقوني يا حبائي حتى بعض علماء التطور اللي يقولك أنا لا أدري إن كان فيه ربنا أو لأ لكن هو بيقف عند الخلقة اللي ربنا أو العمل اللي معمول للكرة الأرضية إزاي هي على مسافة كده بالضبط إزاي الأمر بتاعنا على مسافة وهو مسؤول عن المد والجزر اللي هو ارتفاع مياها البحار والمحيطات إنه لو قرب قوي البحار والمحيطات يعلو قوي غرقوا الكرة الأرضية وبالتالي هو على مسافة معينة والمسافة دي مفروض إنها سبتة صحيح بتتغير كل فترة مثلاً اتنين سنتي ولا حاجة لكن مسافة سبتة محافظة على بعدها عن الكرة الأرضية عشان ارتفاع وانخفاض مستوى البحر والمد والجزر كل دي أمور اللي سامح بيها ربنا واللي عملها ربنا واللي خليها ربنا فالعلماء حتى اللي بيدرسوا الحاجات دي بيتعجبوا وبيبقوا من جواهم عندهم بنسبة كبيرة إحساس لأ في حاجة يسموها التصميم الزكي يعني التصميم الزكي يعني الكرة الأرضية اللي سممها ده حد زكي الحد ده إحنا بنطلق عليه الله خالق الكل ملك الملوك ورب الأرباب كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئاً مما كان فالحقيقة اللي حط القوانين هو قادر انه يعمل ايه؟ انه يوقفها ويبطلها العمل النظام قادر انه هو يغيره وهنا ده اللي بيحصل في أواخر الأيام بقى انه الشمس والقمر هتظلم وانه يبقى يوم مساء بس في نور ايه ده؟ زي بالظبط يوم الصلب لما كان وقت الساعة ظلمة على الأرض من الساعة السادسة للساعة التاسعة الساعة السادسة دي يعني بنتكلم الساعة 12 دوله الساعة التاسعة الساعة 3 يعني في عز النهار وفي عز وجود الشمس وانها متعمدة على المكان اللي موجود في الصليب ومع ذلك تظلم إشارة إلى حزن الطبيعة وإلى زعله افتكروا حضراتكو انه الأحداث المرتبطة بالشمس والقمر وإلى آخره لمعجزات حصلت حتى أيام يشوع وموسى لما كانوا بيحربوا وإزاي إنه ربنا قال إنه الشمس تبضل في مكان والأمر في مكان وما يحصلش ويبقى يوم طويل جداً عشان الشعب إصري يقدر يحارب وينتصر ويبقى الكلام ده موجود في النهار وما يجيش الليل يقدروا يكملوا انتصارهم على الأعداء الله اللي صنع النظام وعمل هذه الخليقة العظيمة بكل هذه الحكمة والزكاء الغير عادي يقدر يغير هذا النظام ويقدر يخليه شيء مختلف وبعدين يقول الوحي الإلهي ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أرشاليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي وفي الصيف وفي الخليف تكون يحصل إيه بقى في نهاية الأيام الدنيا هتظلم؟ هتظلم الطبيعة تبتدي تتمرد ونشعر أن في مشاكل وخلي بقى لحضراتكم كل اللي بيدرسوا العلوم الخاصة بالجيولوجيا والفلك وإلى آخره بيقولوا أنه الكون في مشكلة يعني يعني أنه بيمر بسقب الأزون والكواكب والنيازج اللي حوالينا وحرارة الأرض والاحتباس الحراري ولي بيعمله الإنسان نتيجة المصانع والإنبعاثات الحرارية تيجي من المصانع والبترول والانفجارات اللي بتحصل النووية اللي بتحصل في المحيطات والسواريخ اللي بتتعمل الإنسان للأسف بسبب عدم زكاء وعدم حكمته وبسبب الشر وأنه عايز يعمل أمور من وجهة نظره بتطوره ممكن مع الوقت يبا هو السبب اللي هيحصل ده بسماح من ربنا لكن الوحي اللي له يقول هتخرج مياه تخرج المياه دي نصفها إلى البحر الشرقي اللي هو البحر الميت ونصفها إلى البحر الغربي اللي هو البحر الأبيض المتوسط دي منطقة فلسطين بقى وهي تمثل العالم اللي مليان مياه ملح تخرج مياه إشارة لعمل الروح القدس يعني السيد المسيح له المجن يتكلم في يوحنى 7 إن من يؤمن بيه تجري من بطنه أنهار ماء حي ويقول الكلام إنه كان مقصود بيه الروح القدس اللي كان مزمع إنه ينزل على التلاميذ وبالتالي يروي الإنسان ويطلع مواهف الإنسان ويدي عمل غير عادي في الإنسان فالروح القدس بيشبعنا من خلال التوبة ومن خلال علاقتنا بربنا ومن خلال الأسرار اللي في الكنيسة اللي فيها بيحول الخبز والخم إلى جسد ودم نشبع بيه ونتغذى بيه ونزبط في المسيح ويزبط فينا المسيح يبقى بيخرج بركة بيخرج عمل للروح القدس المنطقة أو العالم اللي هو بتاع فلسطين أو أرض فلسطين اللي هي من البحر الميت لغاية البحر الأبيض المتوسط المنطقة دي كلها هتبتدي تشبع بعمل روح ربنا وعمل المواهب والعطاية اللي هيديها ربنا من خلال الروح القدس في المؤمنين وفي الكنيسة وخلي بالكو أن يقول التعبير في الصيف وفي الخريف تكون هو التعبير الدقيق مش في الخريف ترجمة المظبوطة لإنجليز وطبعا ده كمكتوب بالعبري ترجمة الدقيقة أو الأدق في الشتاء طبعا في الصيف يا نبيع المية بتجف أو بتقل وفي الشتاء المية بتتجمد وكأنه دي مية مش مية عادية ما هو في الآخر ده رمز بصورة أو لأخرى زي ما قال السيد المسيح في يحن 7 لعمل الروح القدس فالأمطار والمياه تشير لعمل الروح القدس حتى كده المظمون الأول يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك فيه مشورة المنافقين وبعين يقول الوحي الإلهي فيكون كالشجرة المغروسة على مجال المياه تعطي ثمراء في حين الشجرة اللي هو الإنسان المغروسة على مجال المياه عمل الروح القدس وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب أرشاليم وترتفع وتعمر في مكانها من باب بن يمين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا ومن برج حنائيل إلى معاصر الملك الأرض كلها بقى هتتحول هي بقى فيه عمل بركة وفيه عمل نعمة ما هو الغالبية بقى رجعون ربنا وبالتالي في أواخل الأيام هيبقى فيه بركة للعالم كله من خلال عمل الروح القدس وياخد بقى المناطق كلها يعني نبص هنا كده معلش نقرأ التعبيرات دي تاني يقول ويكون تخرج من أرشاليم نصفا البحر الشرق ويكون الرب ملكا على كل الأرض في ذلك اليوم يكون الرب واحد واسم واحد وتتحول الأرض كلها كالعربة ودي مفروض انها في الشمال يعني مفروض ان يبقى سهل كده منبسط وجميل وكأنه الأرض تبقى منبسطة وكل الجبال اللي هي تمثل المتكبرين وكل المنخفضات اللي تمثل عندهم صغر نفس تتحول إلى سهل ويبقى في بركات في كل الاتجاهات وهنا إشارة لعمل الله انه منتظر الرب يجددون قواته اللي بيستنى عمل ربنا وشغل ربنا ربنا بيبارك له الأرض فكل المعوجات زي ما قال كده أشعى النبي هتصير مستقيمة ويبقى الشمال والجنوب والشرق والغرب الأماكن اللي تقال عنها في الوحي الالهي في هذه الآية بركة فيها عمل وكل على فكرة كلمة من الكلمات ليها معنى معين ايه معاني الكلمات وايه البركات دي بنعمة ربنا نكمل الحلقة اللي جاية ولكن من الواضح انه وعد الله لشعبه ولمدنته ولأولاده انه يبقى فيه خير وبركة وطبعا احنا بقى في القهد الجديد مش بناخد المعنى ده معنى أرض ولكن بناخد بمعنى أعمق انه كانت أرشاليم الأرضية هي رمز الأرشاليم السماوية مسكن الله مع الناس والبركات الأرضية اشارة لعمل الروح القدس جوانا والبركات السماوية لربنا بيحطها في الكنيسة وبيدهنى بعد كده في السماء من خلال الوجود معاك الحقيقة بركات كبيرة قوي كلنا كأولاد ربنا وكمؤمنين بربنا ننتظر التمتع بيها وعلشان كده الموضوع محتاج مننا جدية وتركيز في الهدف ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 3 3 4 4 6 4 9 5 5